إبراهيم سعيد بمناسبة إبراهيم سعيد أنا تكلمت عنه قبل كده كتير الحقيقة لكن واضح إن إبراهيم يعني هو كلنا فاكرين قصة إبراهيم سعيد طبعا يعني كان لعيب عظيم جدا جدا وبعدين هروبه من ندل أهلي وبعدين رجع تاني وبعدين رحلته للزمالك ولعبه في الإسماعيلي وبعد كده مدرب فاشل وبعدين إبراهيم كان لعيب سمعته مش ولابد يعني يعني كان كل الناس بتكلم إنه هو فيه خمرة ونسوان وسجير وحشيش وشيشة وما فيش التزام وسب الزماله وحاجات صعبة قوي يعني فحتى لما يوسف الشريف جا يعمل فيلم العالمي في 2009 فلما اختار لعيب ينزل هو كان محترف في فالنسيا وينزل يصهر في مصر فلما حبه في الفيلم يجيبه لعيب كسر لمؤاخذة صايع وضايع وبتاع نسوان وخمرة وبيصهر في ديسكوهات ملقوش أحط من إبراهيم عيسى إبراهيم سعيد فراح العالمي مالك اللي هو يوسف الشريف نزل مع إبراهيم سعيد في بار لأن دي الأماكن اللي كانوا بيلاقوا إبراهيم سعيد فيه يعني إبراهيم سعيد طلعوا من البراط وطلعوا من المستنقع الزبالة اللي هو كان عايش فيه حطوه على الشاشة بيقدم برامج فعلى رأي كابتن طرق السيد الباك الشمال بتاع الزمالك وكابتن زمالك لما طالع مع متحة شلب يقال لك إيه قال لك إبراهيم سعيد بيحب ينكش بيحب ينكش الناس طبعا ينكش دي بتتقال بحاجة تانية على السوشال ميديا بس صعب أقولها على الهواء إنه بينكش فلان يعني بحاجة معاكدة بس بلاش يعني إيه تتقال على الهواء فعم إبراهيم طلع نكش في محمد صلاح وقال لك حطتني في دماغه وبعدين نكش في أسامة جويش ودخل يشتمه على تويتر وبعدين نكش مش عارف في مين وبعدين فجأة تطوع انه يبقى مجند في القوات المسلحة يا ابني إنت لو تعمل لك تحليل مخدرات هيسجنوك لو تعمل لك تحليل ألكوحل هيسجنوك لو تعمل لك تحليل حشيش هيسجنوك لو تعمل لك تحليل أصلا كشف على قواك العقلية يدخلوك العباسية فجيش إيه اللي تتطوع فيه قوات المسلحة ما لماتش يا بابا قوات المسلحة ستلي يعني لازالت مؤسسة لها ضوابط لها معايير عشان تدخلها إنت لو جريت دلوقتي عشرة متر هتقعد تنهج بعدهم عشر ساعات فصلى على النبا هيما هقعد في الستوديو بتاعك اللي انت مطلعينك عشان تقولك كلمتين دول أو اضرب الجويد بتاعك واطلع سب الدين للناس على تويتر بس أكتر من كده أقف أقف بس عشان التعريض على معدى فضية له شكلك ولا سمتك ولا انت فاهم اللي بتكتبه يعني أنا كتير الشباب بعتولي التويتر ومش عرف فيه فأنا قلت هدخل أنا إيش مين أصلا لا تعليم ولا عقلية ولا مستوى في اللوحة طلعونا اللوحة تاني بقى في جنود عباس بصراحة الزمل امرأيينه قوي ان حطينه مع ابراهيم عيسى واحمد موسى ونعقت والكلام ده هتقولي انت بتمدح الناس دي مش بامدحهم ولا حاجة بس ستيل برضو دول ناس في حاجة بيقولوها انما الكابتن ابراهيم سعيد بصراحة يعني خليك خليك ابراهيم معارضة عبد العال انتو شبه بعض بتعمله شغل جامد جدا بتطلعه ترند وبتبسته بس اكتر من كده الله خليك يعني بلاش وجع بطن لان الواحد عنده حمودة اصلا خلقة يعني